اليوم تسعة مارس يوم الشهيد الشهيد هو الذي يضحى بحياته من أجل هذا الوطن من أجل من يعيشون على هذه الأرض الشهيد منذ أزمنا وهو يدفع حياته ثمنا لاستقرارنا وسعادتنا الشهيد سواء كان جيش أو شرطة أو دكتور أو ممرض في أزمة كورونا ضحب حياته علشان ينقذ باقي البشر هذه الرسالة السامية لن تستمر ولن تكون إلا إذا شعرنا بأن هذا الشهيد مقدر له قيمة هذا الشهيد الذي ذهب لمواجهة الإرهاب لمواجهة مرض العين لمواجهة أعداء الوطن لذا احتفلت اليوم القوات المسلحة وإدارة الشؤون المعنوية من خلال ندوة تطقفية كبيرة حضرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكن ما كانتش هتبقى احتفالية حققية إذ لم يحضرها أهالي الشهداء أهالي الشهداء كانوا موجودين النهاردة مع سيادة الرئيس وهم بيقولوا يعني في حكايات لما نقعد نسمعها حنندهش يعني من هذا الإصرار والدة شهيد بتقول للرئيس أنا أبني استشهد والتاني دخلته قوات مسلحة والتالت شرطة عشان يخدموا البلد وبتقولوا إن ابن الأخير سقط مرة واثنين وتلاتة في التقديم وحيقدم تاني مصرة تدي أولادها لهذا الوطن حتى ولو كان قدرهم إنهم يموتوا النهاردة آدم ابن الشهيد البطل إهاب فتحي محمد اللي استشهد وهو بيحارب الإرهاب في سيناء قال أنا أتمنى أكون مثل والدي يعني أكون شهيد أنتوا فاهمين ده لما يتزرع في النفسية وأنا أحيي السيد الرئيس وأحيي قواتنا المسلحة على الحرصة على تطييب الخاطر على الرسالة اللي بنقولها للأولاد الصغيرين إن بلدك ما بتنساش بلدك مش بتنسى اللي بيديها اللي بيحبها اللي بيضحب دمه من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون وطنه فهو شهيد ومن مات دون ماله دفاعا عن المال والعرض والأرض شهيد فهؤلاء مقدرين ولازم يفضلوا فجدنا طول الوقت لأن لو لاهم ما كنتوا هنا هنا وما كنتم هناك وما جلسنا في بيوتنا ولا أصابنا الرعب في كل حركة شباب زي الورد اتحرموا من أبائهم اتحرموا من أبائهم دي أمه دي ثلاث أطفال ولكن بيبقى إن البلد فكرهم